قال لك يعني ايه يا ساعد نستني كل ده بتكلم النهاردة اسرة شهيد قالوا لي احنا كل يوم النهاردة بكرة النهاردة بكرة بردوا قلوبنا بردونا قلوبنا قلوبنا مفيش حد ببرد قلبنا واحنا عارفين نعم عنده القانون ما يقدرش يخالف القانون ولكن في رب في رب بيحزم الكل انا بعمل كده ليه عشان مين مين يجيب العدالة للناس دي مين يجيب قصاص الناس دي مين اللي يجيب رؤابهم كلهم تتقضى ده هم استناش وانا بكلمك وانا عارف اني انا هو بقول على الهوى انا واحد من الناس المطلوبين وانا بقوله على الهوى انا اعتبارا من بكرة لازم اجيب سلاح قالي وانا بعلن الدخلية اترخصوه يهمش بيه من غير رخصة وانا بعلن على الهوى قدام كل الشعب لان انا مطلوب رأسي وبالتالي هدفع عن نفسي بقول تاني على الهوى انا هجيب سلاح قالي وامشي بيه هترخصوه رخصوه مش هترخصوه لازم هدفع عن نفسي اذا انا عارف ان انا هتقيتل بكرة ولا بعده هدفع عن نفسي ولا افضل لحد ما تقيتل وانا بقوله ما انفعش معايا مسدس هجيب سلاح قالي وهمش بيه وانا باتكلم اهو لانه هدفع عن نفسي دفاع شرعي القانوني الديلي والعدالة الديلي انا سيب قالنا ثلاث سنين اقول لك دلوقتي دخلنا لمرحلة الجد هو النهاردة بنصفي وانا مش هاسكت لحد ما ايجا عند بيتي ولا انا مش هشارع لا ده انا هقتله واقتل اللي معاه اول ما اشوق ما المحه حتى لو انا بقول لكم على الاقل يبقى انا عملت اللي قدام ربنا ان انا ادفع عن نفسي والكتاب ومكتوبة الساعة مكتوبة انا عارف من المبارح واول والسنة اللي فاتت ان انا واحد من الناس المستهدفين رقم واحد اول مرة اقول لكم الكلام ده بشكل واضع وبالتالي ليه حق ادافع عن نفسي ودافع عن بيتي حق يديني حتى لو ايه وعدتقول لي بقى في الحكاية دي دي مفهاش احنا عندنا هنا في الصعيد الموضوع ما فيش خالص لا تقول لي ده مين ولا ده مين ولا ده فلان ولا ده علان يا الروح ما بعدك روح صراحة يا الروح ما بعدك روح الروح اللي بيخوك ربنا ربنا ايه اعمل ايه ادافع عن نفسي واعمل كل اللي ربنا يقول لي عليه اعده اعده اللي هو ايه ان انا اواجه العدو العدو الارهابي لان هو جاي مش جاي طبطب علي يبقى معايا السلاح اللي اواجهه لان هو مش واجهني بمسدس والنهارده ما كانش مسدسات لسلاح قالي ولكن السلاح الال القصير مش مسدس سلاح الال القصير مليش مسدسات عشان بسواحهلكم تبقوا عارفين كده الحكاية راح فينوا وابعتها ايه نعم للمحاكمات العسكرية لانه بصراحة النهاردة الامر انت ما تقدرش النهاردة لا الدخل ولا الجيش يقدر يحط على كل واحد حرص هيحط عايز يأمن كما واحد يعني وحتى لو جاب هيعمل ايه يعني ده انت عايز مازانية الولايات المتحدة طبعا وبعدين خلوا بالكم لانه بقى الموضوع ايه اولا حماس متورطة في اغتيال الشهيد عدل رجائي رقم واحد انا اهو بقول لكم قولا واحد حماس متورطة في اغتيال الشهيد عدل رجائي ليه حماس تتولى تدريب كل عناصر جماعة الاخوة الارهابية تتولى التدريب لكل المنفذين لعمليات الاغتيال والقنص جماعة حماس الارهابية اذا حماس تورطت وقيتها ملطخة بدم المصرين ومنهم النهاردة الشهيد عدل رجائي اولا ثانيا لازم نبعارفين اللي بيتم في مجموعات بتتولى عملية الرصد وجمع المعلومات عن الشخصيات وهم على فكرة الخطة كلها اللي موجودة دلوقتي الجيش الشرطة